لو عايز تعمل تحديث من ويندوز 7 الى ويندوز 10 بدون تستخدم فلاشة او تستخدم CD فالفيديو ده ليك تابع معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم في حلقة جديدة من خبرات والله ينح حالتنا النهارة ان شاء الله هنتكلم فيها عن طريق تحديث ويندوز 7 الى ويندوز 10 بدون طبعا من استخدم الفلاشة او بنستخدم CD الطريقة دي طبعا للناس اللي معنا لاش الوقت في CD او فلاشة وعايزة تعمل تحديث بعد موضوع اقاف الدعم عن ويندوز 7 طبعا لو ما عندكش فكرة عن موضوع اقاف الدعم هتتروح ممكن نشوف الحلقات اللي احنا كلمنا فيها عن اقاف الدعم عن ويندوز 7 وكمان برضو كان اتكلمنا ازاي لو انت لسه عايز تستمر على ويندوز 7 في حلقة كنا نتكلمنا فيها ايه الخطوات اللي ممكن تعملها لو لسه عايز تكمل على ويندوز 7 نرجع تاني لحلقتنا اللي هنتكلم فيها عن تحديث ويندوز في خطوة كمانا قبل ما نبدأ الشرحة بتاعنا وهي انها في مفاتيح تفعيل الويندوز اثناء التثبيت بيطلب مننا حاجة اسمية بروتوكت كاي فان شاء الله اسبلكم الملف ده اسفل الفيديو اسبلكم مجموعة من السيريالات التفعيل دي اسفل الفيديو والباقي ان شاء الله هرفعه كده على اي موقع رفع ان شاء الله تحمله تحمله الاول عندك دلوقتي قبل ما تبدأ عشان خطر لو طلب منك السيريال او البروتوكت كاي ده اسناء التثبيت فشوائي منهم هسيبولكم اسفل الفيديو والباقي ان شاء الله هنرفعه ونكمل بيت خطوة كمانا في خطوة مهمة قبل ما نروح على التحديث وهو المساحة الخاصة بنا على السي المساحة اللي احنا طبعا النظام هينزل او الويندوز هينزل على السي فلازم عندك مساحة كافية هنا عشان خطر الويندوز اثناء التثبيت ما يحصلش مشكلة والدنيا تبوز معاك فلازم الاول تفضيله مساحة لو انت عندك ملفات عامل لها دول ودوس هيبع السي انها طبعا على اي بردشان تاني لو برضو بعد كده ما حصلش ان انت الملفات بتاعتك او المساحة ما تكفتش محتاج ايلا حاجة هنا محتاجين مسلا في حدود عشر خمس شهر جيجا فلازم تفضي المساحة دي لو ما تكفتش المساحة دي هترجع للفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه عن ازاي تزود مساحة السي طبعا بدون فرمات بدون ما تخسر اي حاجة هتزود بس مساحة السي وترجع تكمل معنا الفيديو فهي كمان ويندوز سيفن غير ويندوز تين يعني انت لو عندك اي برامج متسبتة على النظام بتاعك مش هتمس فالوا لو المساحة عندك ما مكفتش مش عايس استخدم البرنامج فانت ممكن تعمل ازالة للبرامج اللي عندك حاليا بحيث تفضي كمان مساحة في في السي لان كده كده الويندوز داخل ده فالبرامج اللي موجودة حاليا يعني كده 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 هتمسح يعني الملفات الخاصة بيك مسلا اللي في الدول لود ليست تمسح يعني لو عندك ملفات في الدول لود ليست تمسح لكن احنا بنتAB لقrij dieses Yoga علي بسaaa البرامج اللي متسبتة على الجهاز البرامج دي هيتمسح فلو ما فيش مساحة فالافضل نتشكل البرام جديد الوقتي وبعدين ان شاء الله بعد ما تعمل الويندوز بقى رجعها تاني نتمنى ان تكون النقطة دي وضحت عشان ان شاء الله معسلش معك مشاكل اثناء التثبيت طب نروح بقى التثبيت عشان موضوع طول او انا عارف ان الفيديوهات بتبقى طويلة او الناس بتزق فنروح دلوقتي اه على صفحة المستطلبات وادأت وقال لك ان هو عايز واحد جيجا يرتز اه ما ده ده المعالج وبعدين الرماد واحد جيجا بايت و 16 جيجا مساحة لنظام التشغيل ده الكلام ده بالنسبة لويندوز تن اللي هي 32 بيت مش ال 64 فنصيحة دايما تأكل من مواصفات جهازك هتروح على الجهاز بتاعك تروح على ميك كمبيوتر هنا او زيز بي سي وتنزل تحت على بيربرتس هيفتح معك الشكل ده الرماد بتاعتي هنا 2 جيجا والبرسول بتاعي سرعة 2 جيجا هيرتس فدي مساحة حاجة كويسة ومصدوبات كويسة عشان نشغل النظام وطبعا هنشغل على اوبرتن سيستم 32 بيت تمام وبعد كده نروح بقى طول على الويندوز ونحمل الاداة اللي احنا هنعمل بها التحديث طبعا نعمل لها تنزيل الاداة هنا هي حجمها صغير جدا حوالي 18 ميجا فنزلت معنا هنا وهنروح نشغلها كده بتشتغل بتاخد فسرة بسيطة كده بتعمل فحص للجهاز وبعدين بتكمل معنا فنطلع كده نستمنا لحد ما تشتغل دايما للطريقة دي انا مش بحب الطريقة دي طريقة التحديث دي ولكن دي للناس اللي هي ما عنداش حاليا لا فلاشة ولا سيدي وعايزة تعمل ترقية للجهاز بتاعها او تحديث للجهاز بتاعها فالطريقة دي بصراحة مفضلهاش انا بفضل ان انت تحمل من على نسخة من بدايتها وتعمل فورمات والكلام ده كله طبعا لو انت ما عندك فلاشة دلوقتي تقدر تشوف الحلقة ان شاء الله اصاب لكم مربط بتاعها برضا اصفل الفيديو الحلقة اللي كلمنا فيها بالتفصيل عن طريق تحميل الويندوز وتثبيته لحد التعريفات هنا خلاصة فحص بعدك انا قول له موافئ على التفاقية داية وبعدين نستنى كمان لما تعمل شاط فحص تانيين ونكمل معها شايف الخطوة هي بيقول لك عايز تعمل للبسي بتاعك ابغريت زيز بسي اهو هتعمل اه كرييت انستوريشن ميديا طبعا اه دي لا احنا عايزين اللي هي اه ابغريت فانا عنده ابغريت هتأكد ان انت معنا مع الابغريت بعدك هتعمله وخلاص كده الموضوع يعني يعتبر انت خلصت 80% من تثبيت الويندوز هو هنا الخطوة دي بتاعتمد طبعا على سرعة الانترنت عندك فلازم تستنى او تنتظر لحد ما تخلص تحميل الويندوز وبعدين تكمل بها الخطوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خلصت العملية وعملية عادة صبر هنروح بقى الموضوع serial number او protect AK هنروح للمفاتيح اللي ان شاء الله موجود عندنا هنا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اول واحد ده هو اللي جربت الوقتي ونفع معي ايه فهنقول له هنا next وبرضو هنعمل له اه اكسبت موافق نانسي قنقر نانسي قنقر اسلنت نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نارف鐵 adelante نحصل اخر حاجة ما هو بيقول لك هو ما ي chargeate واته ممكن بيقل تعمل e install puke ولكن قبل ما تعالiin install هي بقول لك انه هو ي combine install windows 10 لكيما يخلي الملفات الشخصية الخاصة بيك فاته ممكن تخطر من اللي اختيار ده اللي ممكن يخليه حاكرا بنالك من Jessie انت civic choice ممكن يمسحه me الملفات الشخصية دي اي شخصية دي هكذا زي هي الحاجة اي حاجة اي داو اللود على السي او اللي هي التطبيقات اللي هي زي البرامج مسلا ولكن انا منصح الاختيار ده لان طبعا الويندوز نظام ويندوز سيف النظام ويندوز تين هيبقى مختلف عنه فممكن بعض التطبيقات او بعض البرامج ما تشتغلش فخلنا احسن نختار الملفات شخصيا عن نفسه ممكن اقول له لا مش عايز اي حاجة خالص يمسح لي هنا اختيار الاختيار ده يمسح لي كل حاجة على السي افضل كتير من انا اخلي اي حاجة عشان خاطر ما بقاش في مساحة فاضية او مساحة مستخدمة فانا اقول له مساحة لكل حاجة واقول له هنا next هنستنى لحد ما تخلص الخطوة دي وانكمل ان شاء الله اللي بعدها وعن كل الخطوات دي بتتم اوتوماتيك احبش نعمل اي حاجة فيها مجرد ما بيعمل restart احنا بننتظر لحد ما بيخلص لحد ما بيفتح مرة تانية اخيرا بقى وصننا للاختيارات او الاعزاء الخاصة بنا طبعا اه اختار المنطقة او المكان فممكن تختار اي حاجة حاليا دوقتي عشان مثلا اختار ايجيبت انا مثلا اختار مصر مثلا اختارت هنا مثلا ايجيبت وبعدين اقول له yes اختار اللغة الخاصة بالكيبورد فاختار مثلا زي ما خلاه يؤس هنا وبعد كده اقول له اضافة لغة تانية اللغة تانية على الكيبورد فنختار مثلا هنا ونختار له العربية نختار اللغة العربية فنختار عربي مصر او ايجيبت بعدين اقول له ماشي موافق او add a little bit طبعا نختار الاختيار دوت الاولاني الخاص بالاكاونت او عشان خاطر انتبع لموصل الانترنت فهيجيلك الخطوات ديت فنقول له مثلا على الاختار دي ونقول له next هنا بيقول لك اكتب الاكاونت الخاص بك على مايكروسوفت لو انت عامل اكاونت على مايكروسوفت هتكتبه لو مش عامل بتدوس create account بتكتب create account هنا بتكتب رقم الفون بتاعك مثلا رقم التليفون او الاميل وبتكمل وتكتب بعد كده الباسورد وتكمل مش عايز تعمل الحاجات دي كلها بتروح هنا ترجع ورد بترجع هنا وتختار بدل ما تختار من تكتب الايميل هنا بتروح هنا على كلمة offline account بحيث ان انت تستخدم دلوقتي او تكمل الاعدادات دي بدون الانترنت فطبعا هنا بيقول لك انت طبعا تقسل الحاجات دي طبعا فنقول له مش مش مشكلة فنقول له نستخدمها بدي وبعدين هنا بنكتب الاسم فطبعا لازم الاسم يتكتب اي اسم انت كانت تكتبه وبعدين نكست آآ الباسورد آآ عايز تكتب باسورد لا عايز مش عايز انت حر دي اختيارية مباشر مش كباري وهنا بنقول له ياس موافق تابع الحمدلله كيتم تثبيت الويندوز بنجاح طبعا هنروح هنا احنا خلصنا نقص بقى نظهر الايكونات بتاعتنا تروح تقف على اي حتة كده فضيح هنا وتروح تضغل كلت كاي مين وبعدين بتنزل على بورسنالايز ومن بورسنالايز بتروح افتح تروح ام افتح ام 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 افتح بتنزل هنا على كلمة سمزي دي وبعدين بتروح هنا على 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 نزل تحت خالص كده تحت ديسك توب ايكنز ساتنج وبعدين تختار مسلا مايك كمبيوتر نحتاج مسلا مايك كمبيوتر بس نقول له اوكي هيطلع معنا هنا مايك كمبيوتر حاجة كمان بالنسبة لو عندك مشكلة في التعريفات هسيب لك ان شاء الله برنامج اسفل الفيديو هو برنامج مجاني تقدر تعرف عن طريقه كمان ممكن هنا لو لسه فيه طبعا لو رحنا على السيه هنا ممكن نلاقي اه فين مش هعرف ليك الاسم موجودة لا او الوندوز قول الفولدر دا تمساحه وهياخد مساحة كبيرة عندك بالجهاز فنروح لمساحه افضل فبتروح تحدده كده وتروح تعمله اه شاب تدنيه ما تلقش ده ما فيش اي قلق خالص مش هيبواصلك الوندوز ولا حاجة هنمساحه كده وبعدين اه ده بيوفر عندنا مساحة ده ده اه كان خاص به الوندوز القديم فنحن لازم نحزفه عشان خاطر نوفر مساحة طيب كده ان شاء الله الوندوز اشتغل عندك بدون اي مشاكل اه زي ما انه التعريفات اتعفل ان شاء الله سيكون موجودة اسفل الفيديو وابرنامج للتعريفات يعني هسبوكم موجودة اسفل الفيديو وطبعا اه مفاتيح التفعيل واسف لو طولت عليكم في الفيديو بتاع النهاردة ولكن اه كان لازم نوضح كل الخطوات عشان خاطر محسن لا مشتماعك اي مشاكل اثناء التثبيت واشكركم طبعا للمتابعة اتمنى لو الفيديو عابكم ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا